السلام عليكم عمرو صار معك حالي انه يكون في عندك ألم في البطن أو صداع أو دوخة أو مشاكل ألم في الصدر وضربات في الكلب وتروح على كل الدكاترة وما تخلي ولا دكتور وتعمل فحصات 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 وصور وتنظير وكل إشي يكون طبيعي ويظل الدكتور يحكي لك والله عملنا كل الفحصات وطلعة طبيعية طبعا شو الموضوع وشو ليش هذا الموضوع بيصير ويحكو لك انه في عندك كولون عصب وفي عندك معدة عصبية وفي عندك اختلال في الصدر وما إلى ذلك وضيقة صدر هذا الموضوع بيصير انه في عندنا اكتئاب أو توتر وهي بتكون موجودة في الدماغ وفي مناطق في الدماغ مسؤولة عن فهم وتحليل والرد على جميع الأشياء اللي بتضايك الإنسان فمثلا في ناس لما في اشي بضايكهم تطلع هاي الأشياء عن طريق انه يزعل أو يعصب أو يكسر أو ما إلى ذلك في ناس بكونوا حساسين أكثر وما بدهم يزعل الناس الثانين أو يعني خلص طبيعته انه بكبت في داخله طبعا هاي الكبت الداخلي لفترة طويلة يعني بتضلها موجودة في الداخل في الداخل في الداخل في الآخر بتطلع فكيف تطلع؟ الدماغ بيطلعها على شكل أعلام موجودة في الجسم فالدماغ أسهل إلو انه يشكو من ألم في المعدة أو ألم في البطن أو ألم في الحوض أو ألم في الصدر أو ضيقة نفس أو كبت الكبت مما انه يشكو انه أنا متذايك من إشي معين أو أنا في عندي مشكلة مثلا متوتر أو في عندي اكتئاب فالموضوع لازم انه احنا نشخص صح مثلا انه في واحد عنده ألم في الراقبة وتعمله صور كل الأمور بتكون طبيعية وبتعمله تنظير في المعدة والتنظير بكون سلبي وطبيعي والمشكلة انه في عنده توتر اكتئاب تحكي له عن أعراض التوتر اكتئاب كل الأعراض بتكون موجودة عنده بشكل كبير والعلاج تبع هذا الموضوع هو علاج الاكتئاب وعلاج التوتر اللي هو مسبب كل هاي المشاكل فانت بتعطيه مثلا علاج نفسي أو علاج بالأدوية أو علاج من الموضوعين اثنين وبعمل على ترجيع التشابكات العصبية وترجيع النتورك ترجيع المناطق اللي في الدماغ اللي بتحلل هاي الأمور وبتخليها تطلعها بشكل أفضل والعلاج النفسي بعطيك أدوات اللي تعبر فيها عن نفسك وتطلع الأشياء اللي مضايقتك من الداخل والكبت الداخلي بطريقة صحية أكثر عشان انه ان شاء الله تتحسن من هذا الموضوع عشان هيك إذا المرة الجاي صار عندك ألام في الرقبة مثلا وعملت تصوير رانين مغناطيس أو عملت مثلا تنظير للمعدي أو للحوض وكل الأمور كانت طبيعية وظلم يقول لك هذا كلون عصبة ومعدي عصبية وما لذلك فهو السبب انه في عندك يمكن يكون في عندك اكتئاب وتوتر غير معالجين أو غير مكتشفين وهذا هو الحل وناكش هذا الموضوع مع طبيبك وان شاء الله انه تلاقي إجابات وتلاقي تحسن في هذا الموضوع عشان تعرف أكثر عن علاج الاكتئاب بشكل دقيق وعراض الاكتئاب يمكن تشوف هذا الفيديو وبنشوفكم في الفيديو الجاي والف سلام عليكم